صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وكال عادة بنبدأ معاكم بسؤال مختلف وموضوع مختلف الحقيقة احنا بنتكلم كده عن الاشخاص اللي في حياتنا بشكل عام بيصنفوا ما بين اصدقاء معارف زملاء يعني بنصنفهم التصنيف ده بيبقى على حسب صفات الشخصيات دي ومدى توفقها معانا أو مدى قرب الصفات دي لنا احيانا بتكون في ناس ممكن تكون صفاتها ككل يعني مش فيها عيوب بس بيبقى فيهم صفة بتخلينا نغفر لهم كل ده ونتمسك بيهم واحيانا في ناس بيقى فيه توفق بيننا وبينهم كبير جدا بس فيهم صفة ما بنقدرش نتعامل معاها حتى لو بقيت الصفات توفرة أو بقيت المعايير معايير الشخصية نفسها كويسة جدا فده سؤال حلقتنا النهاردة إيه الصفة اللي ممكن تخليك تبتعد عن شخص حتى لو بتحب الشخص ده إيه مستفى البخل هو البخل آه طبعا هي كارسة لأنه البخل مش بس بخل مدى البخيل بيقى بخيل في مشاعره وبخيل في خدماته وبخيل في كل حاجة وميبقى حريص قوي ويتكى كده اللي هو مش هتطلع مني يعني غير بالإيه بالعافية صحيح ما بحبهمش خالص يا جمال ما بحبهم ما حب الإنسان الثالث المارن زي ما بتعمله بيعملك صحيح مهماني لكن الشخص اللي فعلا بخيل وحريص ده ما عرفش ما ما نزليش من اللي أنا خاطئ لا ايه مثلا البخل طبعا صفة كارسية صفة وحشة قويس لا لا طبعا صفة وحشة جدا لأنه فعلا موضوع مش مجرد بخيل في فلوس لا وموضوع بيمتد الأبعد من كده ويمكن الأشخاص اللي بتبقى متواجدة حوالين الشخص البخيل ده بتبقى يعني ربنا معاهم ده حقيقة تبقى مشكلة كبيرة انتي بتكره ايه أكثر يعني صفة ممكن تقطع إنسان بسببها اه هقول لك أنا بحبش الملاوعة اه ها بحبش الشخص اللي مش دغري الملاوعة دي ترجمها ازاي يعني يعني الشخص اللي مش مش دول الكدب يعني مش صريح لا فيه فرق بين الكدب وفيه فرق بين الشخص اللي بيراوخ طول الوقت اللي بيخليك تلفه وتدور حوالين نفسك طول الوقت الشخص مقدرش اقعد مع شخص طول الوقت بيتكلم على الناس مثلا اوكي الناس اللي يعني اللي بلاقيها بتتكلم عن أشخاص تانية واحنا قاعدين وبتجيب في سيرة ناس تانية واحنا قاعدين طول الوقت خاصة لو حاجات يعني متصحش انا الشخص ده مستحيل اقدر اصغ فيه مستحيل اقدر قاعد اتكلم معاه وانا مش هومش يرتاح معاي يعني الشخص ده مش هيرتاح معاي اذا كنت انت تكلمت على الناس بالضبط فهتقول علي ايه بعد ما انا امش بالضبط لا هو مش هيرتاح معاي لان انا مش يعني لقى تمادة في الموضوع ده فهم هيحس انه فيه حتة تقفلت كده فانا بالنسباله مش هبقى شخص مريح تماما فالناس دي فعلا انا بالنسبالي ما بقدرش اتعامل معا بجعد عندي هنا مشكلة ودايما بستغرب مثلا مصطفى لو حد بيتكلم بيتعامل عادي مع شخص ومعتبره صديق جدا وهو بيتكلم عن الناس كلها طب ايه الثقة دي يعني انت عرفت من ان انت لما تقوم او لما تحصل مشكلة مش هيتكلم عليك صحيح وكمان بالمناسبة فكرة انه مش شرط عشان احنا اصحاب وما اتكلمتش علي فاحنا كويسين الناس بتبان في وقت الزعل او وقت الخلاف هنا بنبتدي نشوف انت هتتكلم ازاي عن الشخص ده يعني في حاجة اسبقى فكرة الهجر الجميل يعني خلاص ما كلمت الشخص حصل مشكلة حصل سوق تفاهم حصل اللي حصل خلاص مش لازم خالص لنطلع اسرار ولا نتكلم على بعض من ظهر واعد ولا ما هم هنا بقى ولاد الناس بيبان هل هي قصة ان انت ايه قطعت خلاص اقطع باحترام ويمشي باحترام بالوقت احنا ايه اللي اختلف بس لما بتيجي تسمع الناس بتتكلم تحس انت انتو معيركو ايه اللي حصل كله اناء ينضح وبما فيه بالظبط كده كل واحد تربع على شكل واتعامل بشكل بتبان بقى تعاملاته وشخصيته طول فترة عمره مع كل الناس سواء زمايله او اصدقاء او كده في النهاية انا ما باخدش منك غير اخلاقك فما تدينيش منها ارجوك غير اللي انا استحق يعني انا استحق ان انا اتعامل بشكل كويس فعملني بشكل كويس تكونش بخيل في مشاعرك متكونش بخيل في حاجاتك وخلافه خليك كريم كذلك الملوعة او انا هسميها الكدب متبقاش كداب لانسان الكداب انا ما بحبوش ابدا انسان الكداب انسان جبان يعني بمنتهى البساطة سبب الكدب او مبرر الكدب هو الجبن ان الشخص ما يبقاش قادر يواجه اللي قدامه باي شكل من الاشكال فدي دي يعني صفة كارثية انا بالنسبهي الكدب ده مالوش رجلين لا لا يعني اساس كل المصائب صحيح هنقول ان الكدب فعلا اساس كل المصائب ولازم الشخص اعتقد ان هو يكون عنده من الشجاعة انه لو غلطان يعني لو حاجة عارف ما حصلت وعارف انه غلطان يقف ويقول انا اسف بدلا فانو هنقعد نجدب واللف وندور وانبرر شايف ان انت صح ما تجدبش اقول انا مش شايف انا غلطان انا شايف ان حصل واحد واحد اتنين تارتة او حصل واحد اتنين تارتة حصول انو سوق تفاهم ايا ان كان فمش هنتطر ان احنا نجدب ممكن الكدب يا مصطفى اللي هو ما يخليه الشخص يزعل من التاني مثلا يعني اللي هو الحاجات البسيطة اه اللي ممكن تجمل او ممكن تحسن علاقات او ممكن بيسموه بالمصري الكدب الابيض يعني بالزبط، الحاجات اللي ممكن تكون بتساعد أحياناً في حاجات يا مثلاً أنا سمعت أن حد تكلم على مصطفى فتيجي تسألني أقولك لا ما حصلش مثلا بالزبط فده مش كدب بالعكس أنا كده ببعد الخلافات كده بحل مشكلة كده بخلي الدنيا تبقى ألطف صحيح فده ما بيعتبرش يعني معتقدشن ده بيعتبر نوع من أنواع الكدب على أي حال يعني أنت طب لو عكسناها بقى لو هنقول صفة تخليك ممكن تحترم شخص ما بتحبوش والله حقول الصدق أن الإنسان فعلاً يبقى صادق في مشاعره رغم أن أنا قلت البخل ما قلتش الكدب بس حقول الصدق أنا بحب الإنسان المحترم الذي صادق في مشاعره اللي هو يعني أنا ما عنديش أي حاجة تخليني أجدب أنا ليه أجدب أو أن أنا ليه أقول كلام أنا مش عايز أقوله يعني لو عندك حاجة حتقوله وعلى فكرة أنا والدي أعلمني حاجة مهمة جداً كل ما تتأسف كل ما تزداد احتراماً في عون الناس عمرك لما هتتأسف على لو غلطت أو هتفكر أنك يعني هتقل درجة لا أدى أنت هتزيد درجات حتى لو أخطأت أقول لنا إيه حتى لو أقول لنا أنا غلطان ما فيش مشكلة إيه اللي هيحصل للدنيا مش هتتهدى وتعفل على أي حال ده مش درس من دروس التنظير يعني إحنا بنسأل هنا ليه في صباح الخير يا مصر سؤال حلقة علشان نفتح مع حضراتكم مواضيع علشان نجيب مواقف نستدعي مواقف معينة يمكن تفيدونا بيها ممكن كل واحد فينا عنده تجربة شخصية استفادها من حياته إحنا برضو محتاجين نشاركها معكم الصفة اللي تخليك تبتعد عن شخص حتى لو بتحبه ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على موقع فيسبوك المدون بالعلامة الزرقاء منتظرين إجاباتكم وحنستردها خلال حلقة النهاردة طول اليوم صباح الفل عليكم وصباح الخير